جماعة اليوم بكلمكم عن EveryNet وهو مشروع يعمل على دمج ميزات التمويل المركزي واللا مركزي إلى نظام يقدر فعلا يدعم مستقبل النظام المالي بشكل عام وعشان يتحقق هذا الهدف تعمل EveryNet على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات بما فيها بروتوكول الطبقة 1.5 عشان تستخدمها كبونية أساسية للتطبيقات المالية و EveryHub اللي يسمح بنقل العملات بين السلسل المختلفة والمنصة اسمه Every Finance هذا رح يساعد الأفراد والمؤسسات على الانتقال من عالم التمويل المركزي التقليدي إلى عالم الديفاي واللي بيكونوا قادرين فيها على كسب عوائد أعلى واستخدام رأس مالهم بشكل مفيد أكثر وإطلاق منصة Every Finance راح يكون اليوم وبعطيكم تفاصيل أكثر عليها بالإضافة لتغطية كل شيء آخر تحتاج لمعرفته عن EveryNet وليش بيكون عندها القدرة على النمو الكبير في المستقبل ولكن قبل ما أبدأ بكل هذا تأكد من الاشتراك وتفيل الجرس حتى لا يفوتك المزيد من الفيديوهات مثل هذا الفيديو بالإضافة إلى كل شيء آخر أقوم بنشره على هذه القناة طيب بابدأ ببعض المعلومات عن بروتوكول الطبقة 1.5 لأن هذا المفهوم جديد تم إنشاؤه بواسطة EveryNet ولكن علشان يكون كل الأقول واضح المشروع والطبقة 1.5 اثنين هم يطلق عليهم اسم EveryNet طيب كلنا نعرف بروتوكولات الطبقة الأولى مثل الإيثيريوم والسولانا والباينانس هذه هي البروتوكولات اللي عندها إمكانيات العقود الذكية وقادرة على نقل العملات الخاصة فيها يطلق على EveryNet اسم الطبقة 1.5 لأنها توفر ميزات أكثر بكثير علشان توفر بنية تحتية أفضل لكل أنواع التطبيقات المالية اللي بيتم إنشاؤها عليها بعض الميزات الأصلية المتوفرة على EveryNet موضحة هنا أول شي إنها تقدر تشتغل مع كثير من أفضل السلاسل موجودة حاليا مثل الإيثيريوم وكمان باينانس وستيلر وهذا بيخلي إنشاء تطبيقاتها عبر السلاسل تجربة أكثر سلاسة من معظم السلاسل الأخرى وتستخدم EveryNet ألية اسمها Tendermint Proof of Stake Consensus علشان توفر الأمان مع الحفاظ على المعاملات السريعة وبأسعار معقولة لما نتكلم عن رسوم المعاملات EveryNet عندها نموذج فريد لرسوم الغاز الثابت علشان تمنع الارتفاع المفاجئ في الرسوم زي ما نشوفه في السلاسل الأخرى فيه كمان نظام ممكن من خلاله تعديل سعر الغاز الثابت من خلال التصويت في الشبكة فيه كمان عقود ذكية مصممة خصوصا للاستخدام من قبل المؤسسات مع ميزات جيدة مثل إن مشروع العملة يقدر يدفع رسوم الغاز للمستخدمين هذه الميزة بتسمح للمستخدمين إنهم يستخدموا الشبكة بدون ما يقلقوا وبدون ما يحتاجوا إنهم يعرفوا كيف يشتروا العملات علشان يدفعوا الغاز الإصدار الأول من EveryNet انطلق في عام 2020 زي ما تشوفه هنا في خرصة المشروع وكان في بعض التحديثات من ذاك الوقت وشبكة الاختبار V2 شغالة حالياً والV2 MainNet مقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 2022 والآن بعد ما عرفت أكثر عن EveryNet نقدر ناخد نظرة على أول تطبيق رئيسي تم إنشاؤه للنظام بواسطة الفريق وهو Every Finance Every Finance هو تطبيق DeFi متعدد السلاسل تم إنشاؤه علشان يسمح للأفراد والمؤسسات بالدخول بزهولة في DeFi واستخدام جميع الأنواع المختلفة من المنتجات المالية مثل اللي موضحها هنا مثل الوصولة الإصطناعية والعقودة الآجلة والOptions والإقراض والاقتراض والمنتنج للعملات المستقرة والصناديق المشتركة والمؤشرات وكمان الدكسس المختلطة ومنصات الإطلاق وغيرها فيه كمان بعض الميزات المخصصة للمؤسسات مثل الدكسس متعدد المؤسسات والتحويل من فيات إلى غير فيات وسيولة بسقف متغير وأنواع متعددة من إمكانيات العوائد وما رح يتم نشر كل هذه الميزات اليوم ولكن نقدر ناخد نظرة على ملخص يوم الإطلاق هذا علشان نعرف إيش هو متاح الآن علشان أي شخص يقدر يجربه أول شي رح يتم إطلاق الدكسات AMM وDMM وأعتقد أن الأشخاص اللي يستخدموا يونسواب يعرفوا أسلوب الدكس AMM والDMM هو اختصار لمصطلح صانع السوق الديناميكي وهو أسلوب أو نموذج جديد من الدكس يمكن يوفر كفاءة لرأس المال أفضل بكثير من الAMM ويمكن يوفر فرق أسعار توصل إلى 100 مرة أفضل من الAMM في تداول العملات المستقرة وكمان اليوم رح تنطلق ميزة تخزين العملة Every وعملة Velo طيب عند الإطلاق في دعم لسلسلة Binance الذكية ولكن ما في دعم للإيثيريوم بسبب ارتفاع رسوم الغاز إذا اشتريت عملة Every على الإيثيريوم لسه تقدر أنك تنقلها إلى Binance Smart Chain من خلال EveryHub واللي هذه تعتبر ميزة بتكلم عنها بعدين طيب تقدر كمان تشتري عملة Every على الGate.io وتحولها مباشرة إلى Binance Smart Chain أو تقدر تشتريها على البانك اكس واب وكمان اليوم رح يتم تفعيل كثير من مجمعات السيولة المتاحة للحصول على عائدات المجمعات أو البولز المتوفرة هي XLM مقابل BNB و Every مقابل BNB وكمان BUSD مقابل BNB والBUSD مقابل USDT من بين هذول البولز ربما يكون الزوج XLM قد شد انتباهك لأنه ما في أماكن كثيرة يقدر حاملية لXLM فيها أنهم يحصلوا على عائدات على عملتهم Everynet عندها علاقة وثيقة مع مؤسسة التطوير Stellar علشان كذا تم إدراج بول XLM علشان يفيدهم إذا كان عندك XLM فيوجد إرشادات عن كيف تنقل عملتك بالضبط إلى Binance Smart Chain والانضمام إلى البول أو المجمع الإرشادات موجودة هنا على Everynet Medium في الست الأشهر الأولى بعد تفعيل Every Finance بيتم توزيع 40 ألف عملة Every على شبكة Binance كمكافآت كل يوم والإصدار 1.5 من Every Finance مخاطط له أنه ينطلق في 13 ديسمبر ويتضمن القدرة على تخزين العملات الأخرى وتوسيع محافظ الجوالات والأجهزة الإصدار 2.0 محدد أنه يكون في أوائل عام 2022 ورح يكون فيه منصة إطلاق وأوامر الطلبات تم تدقيق عقد عملة Every بالإضافة إلى العقودة الأخرى للمشروع عن طريق Slow Mist, Pick Shield و InSpecs علشان التأكد من أنها آمنة وبتخضع جميع الميزات المستقبلية اللي بيتم تنفيذها كمان لنفس عمليات التدقيق الصالمة إذا أنت عايز تجرب منصة Every Finance بيكون لسه بدأت تشتغل في الوقت اللي تشوف في هذا الفيديو وتقدر تخش على الرابط الموجود في صندوق الوصف طيب ميزة Every Hub اللي ذكرتها قبل شوية تظهر هنا وتسمح للمستخدمين بنقل العملات بين السلاسل مثل الإثيريوم والفينانس سبارت شين وكمان شبكات ستيلر وشبكة EveryNet زي ما تشوفوا الواجهة شكلها بسيطة كل اللي عليك تعمله هو إنك تختار السلاسل اللي عايز تحول بينها وعدد العملات ولكن إذا حسيت بالارتباك أو ما كنت متأكد من أي شيء فيوجد دليل مستخدم شامل هنا على الموقع علشان يرشدك خلال العملية العملة EVR هي العملة المستخدمة لEveryNet والنظام ككل يبلغ لحد الأقصى للعرض في Every مليار عملة ويتم توزيعها زي ما هو موضح هنا في هذا الرسم البياني يتم استخدام Every لدفع رسوم الغاز على EveryNet وهي أيضا التوكن أو العملة لمجمعات السيولة وزراعة الأرباح السنوية وهو كمان يستخدم لتبادل العملات على المنصات اللامركزية وهي العملة الأساسية لعمليات الإقراض والإقتراض ولازم يتم تخزين Every من قبل مدقيقي الشبكة ممكن أيضا استخدام العملة للتصويت في نظام الحوكمة ويتم توزيع العملة كمكافآت جماعية إذا أخذنا نظرة على خريطة المشروع نقدر نجوف بعض الميزات القادمة السنة الجاية والتي تشمل خدمات الكريبتو المصرفية والمشتقات والمبادلات الإفتراضية وجسر CDFI وكمان وخدمات التبني من CDFI والأتوميك سواب إذا عايز تعرف أكثر أو تجرب Everynet أو Everfinance أو أي خدمة أخرى في النظام فتقدر تعمل هذا الشيء عن طريق الرابط الموجود في صندوق الوصف أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالفيديو وأشوفكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر